اكد اسمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز أن الشركة الخاصة في مملكة البحرين تمضي بخطا ثابتة نحو مواصلة الازدهار وتطور في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام ومساند صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ما يسهم في تأكيد عراقة مسيرة تطور الشركات الخاصة وجعلها علامة تجارية فارقة على الصعيد العالمي جاء ذلك خلال تفضلي سموه بزيارة إلى الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن الأسري حيث كان في استقبال سموه السيد يوسف عيسى بوبشيت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة السيد مازل محمد مطر والسيد سحر عطاء نائب الرئيس التنفيذي بالشركة إضافة إلى عدد من ممثلية لإدارة تنفيذية بشركة أسري وأوضح سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن شركة أسري تعتبر من الشركات الرائدة في إحداث نقلة نوعية الشاملة على مستوى قطاع الصناعة البحرية في المنطقة ويؤكد ما تتمتع به من كفاءات شبابية بحرينية مخلصة تعمل بجهد وإخلاص من أجل نهضة القطاع الصناعي في مملكة البحرين بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في دعم وتشجيع الشباب البحريني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة وخلال الزيارة تابع سموه مجموعة من الصور التي تؤرخ النشأ العريقة لشركة أسري وتوثق مراحل تطورها عبر عقود من الزمن كما قام سموه بجولة تفقدية إلى كافة المرافق الداخلية للشركة بما فيها أحواض إصلاح السفن وورش الإصلاح المتخصصة ومراكز الخدمات وتم خلالها مناقشة المشاريع التي تم تنفيذها مؤخرا والتي حققت نجاحات كبيرة أسهمت في إحداث نقلة نوعية شاملة على مستوى قطاع الصناعة البحرية في المنطقة واستعرض سموه مع مسؤولية الشركة أحدث الاستراتيجيات التقنية المتطورة للشركة والتي قامت شركة أسري بتبنيها وأمنها التقنيات التكنولوجية المتقدمة والاستثمار في الأنظمة الرقمية الحديثة والحلول الصناعية والتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما أسهم في دفع عجلة التحول الرقمي كما استمع سموه أيضا إلى أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة في الفترة الماضية خصوصا في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة وأشار سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة بالإنجازات المتعددة التي حققتها شركة أسري طوال السنوات الماضية متمنيا سموه للشركة دوام التوفيق والازدهار اشتركوا في القناة